اشتركوا في القناة نظرية دمج الأغذية ويعني ممكن مش كتير اتعمقت ولكن مثير للفضول فبالتالي اليوم كمان انا هيك تكتغذي معلوماتي مش بس المشاهدين واسمع منك نبذي شو يعني نظرية دمج الأغذية هي نظرية بتحكي على انه في اكل مفضل ندمجه مع بعض اكل مش مفضل ندمجه مع بعض بسبب انه هو بالجسم ما فيش مجال لهضمه مع بعض ما فيش مجال لاستقباله سوا فمفضل انه نبعده عن بعضه اذا منعطي مثال على الموضوع مثل دمج أنواع لبروتين مع النشويات لما احنا نوكل غذاء غني في النشويات النشويات في حاجة لوسط معين لهضمها لحمودة معينة في عنا نسبة حامضية في جهاز الهضم تسمى البي اتش هاي ممكن تكون قاعدية يعني معدومة الحمودة وممكن تكون حامضية مع حمودة عالية النشويات بحاجة لوسط قاعدة لهضمها بالمقابل لبروتينات بحاجة لوسط حامضة لهضمها إذا إحنا دمجنا على سبيل المثال نشويات مع بروتينات مثل مجموعة اللحوم أو مجموعة الخبز والنشويات إذا دمجناهم مع بعض الجسم بتصير فيه لخبطة لأنه ما فيش مجال أنا أعمل وسط قاعدي وحامضي بنفس الوقت في الجسم فبيصير بالتالي الأكل بتكون مع بعضه الجسم بيحتار من يبلش بالأول فبتصير فوضى بيصير عصر هضم ممكن أوجاع عصر هضم مثل غزات غثيان ننفاخ معين وهو طبعا ممكن يؤدي كمان أنه النفخة هاي بتأثر على ممكن مع الوقت كمان زيادة الوزن لأنه الأكل مش عم بخرج بجسمنا بشكل سريع صحيح طب ساجة كمان هيك رح نعطي أمذج أو يعني نماذج وأمثلة عينية لحتى نسهل هيك لكل المشاهدات بالذات اللي عم بحضرونا ويمكن بشكل هيك عفوي بغلطوا بتجهيز الطعام وما يعني بوعوا لهذه النقاط اللي حضرتك عم تذكريها ولكن بداية تعي نحكي عن التأثير الإيجابي لفصل أنواع الأغذية عن بعض يعني حكيتي أنه ممكن إذا بدي أثر سلبا أن نكتسب الوزن وأيضا هيك يسبب لنا في هاي العوارض اللي ذكرتها شو التأثير الإيجابي؟ يعني هل يسهل الهضم؟ هل يحافظ على موازنة معينة بالجسام؟ إذا ذكرت إذا بدي أذكر نفس المثال على الأكل نفسه على النشويات والبروتينات ما في الشيء له تأثير إيجابي هو الإيجابي فيه والوحيدة اللي ممكن نعتبره أني أنا التنوع بالأكل النظرية هي نظرية دمج الأغذية أو دمج الأنواع الأكل مع بعض بعدها مش مثبتة يعني علميا ما في الشيء يثبت أنه هي فعلا مضرة المنطق حسبها وشافها أنه هي فعلا سيئة للجسم بس إذا في شخص عنده تغذية سيئة جدا ما بدمجش بين أنواع أكل عديدة وشايف أنه ممكن هاي الوجب يكون فيها دمج جيد فبنفع يتنولها إحنا بالأهم أنه إحنا ننوع بين أنواع الأكل كلياتها البروتينات والدهنيات والسكريات تتواجد كلياتها في برنامجنا بس إذا أنا شايفة أنه هاي النظرية ممكن تأثر علي أني أنا ما أتنولش أو ما أدمجش بين أنواع الأكل كلياتها فمن حد لحد ممكن نقول فيه فرق بتغير يعني فيه ناس ممكن جسمها يتقبل هاي الدمج أهوان فيه ناس ممكن يتقبل هذا الدمج بشكل أسوأ سجع لهذا الأساس عم نسمع بالسنوات الأخيرة أنه فيه نوع حمية معينة اللي بتتركب لكل شخص بشكل فردي يعني على هاي النظرية بتنبنى أنه يكون فيه فصل بالأغذية وما يكونش فيه خلط خاطئ لحتى ما يكتسب الجسم وزن زائد صحيح كل بني آدم إلو نظام غذائي خاص فيه بشكل خاص إلو لحاله لأنه من جسمي لجسمك فيه تغييرات من جسمي لجسمك فيه الوزن بتغير بتغير نسبة الدهنيات نسبة السكري فيه ممكن تكون أمراض موجودة عندي مش موجودة عندك والعكس صحيح فأنا الأمراض اللي موجودة عند شخص معين لأ على سبيل المثال شخص بعاني من التهاب في المفاصل فهو بحاجة لبرنامج خاص فيه بمنع أنه تزيد الحال عنده أكتر الالتهاب المفاصل يزيد فأنا بمنعه من أنواع أغذية معينة عشان هيك فعلا كل بني آدم إلو إشي خاص بس إذا نجي بشكل عام في أغذية مفضلة إنه الكل يعني يدمجها مع بعض والكل يتجنبها مع بعض إحنا حكينا إنه النشويات أو السكريات والبروتينات الدمج طبعا هن سيئ جدا بس إذا إحنا حكينا عن دمج هن مع خضار إنه عين كل واحد على حدة إذا أنا دمجته مع خضار بيصير عندي إشي كتير منيح الخضار بقدر أدمجه مع كل أنواع الأكل لأنه بيحتوي على الألياف الغذائية هاي الألياف الغذائية بتساعد على الهضم فأنا بالتالي ساعدت جسمي على الهضم بفضل الألياف إن كان مع نشويات أو مع بروتينات وبالتالي بقدر أكلها بنفس الوجبي يعني مش راح يكون التأثير السلبي مثل إذا هن موجودين في وجبي واحدة مثل مذكرتي مصباح صحيح بنفع كل واحدة لحال وبنفع مثلا النشويات وخضار مع بعض بنفع بروتينات وخضار مع بعض أتجنب البروتينات والنشويات مع بعض طب ساجة هل في هيك أطباق للصحادرة في ذاكرتك يمكن من خلال كمان تعاملك مع الأشخاص اللي بترددوا على العيادة أو بيستشيروك اللي يعني بتتبع فيها هاي الغلطة دمج النشويات والبروتينات مع بعض إذا أول إشي ما نفكر فيه هي عراسنا والولايم اللي إحنا منعملها ببهات المطبخ العربي مطبخ العربي كتير في عنده دمج سيء بأنواع الأغذية مثل بالولايم اللي بتصير في الأعراس الموضوع الرز وموضوع اللحوم نشويات ولحوم فإذا بس هذا أكتر طبق يا سجا حاضر مفضل مفضل وكتير زاكي بس كتير كمان بالمناسبات السعادة كمان كتير يعني الأمهات بعودوا أطفالهم إنه الرز واللحم والولد اللي بكلش لحمة لازم أمه تجبره لازم توكل وجبة اللحمة معه إحنا عم نعمل كتير أغلاط إحنا مش مدركين إلها شوف إذا إحنا مرة في الأسبوع مرة في الشهر عملنا هاي الغلطة جسمنا بتحملها بمشيها بس إذا إحنا كل يوم بدنا نواضب خاصة إحنا عنا العرب أنا يعني من خلال شغلي شفت النساء العربيات لما يتوجهوا لي في برنامج غذائي بحكي لها مش أكلتي آخر ثلاثة أيام هات نشوف كيف كان برنامجك فطبخة إشي فيه لحمة ثاني يوم إشي فيه جاج ثالثة يوم إشي فيه لحمة رابع يوم إشي فيه جاج مشبورين يا دجاج يا لحم بحكي لها وإذا بيوم من الأيام مشيتي بدون بتقول اللي بنفعش بوكلوش بالبيت جوزي بعمل لي مشكلة مشبورين يعني أنا بتخيل سياسة عود تقنعي مراهقين أو أطفال إنه في البقليات أو اليخنات اللي مطبخنا الفلسطيني اللي هني خالي من اللحمة أنت بتنجح في بيتك سجع بصراحة أنا آناش أنا وعنما في الموضوع لإني أنا بعدين أولاد صغار وعودتهم منوهن صغار بعدين يعني أنا لما أكل يعني كدامهم أكل معين هني بديصيروا بدين يأكلوا منه لما أنا أدمش شغلات مش مفضلة هني كمان بدين يدمجوها فأنا أول إشي بكون أنا يعني الكدوة أنا نفسي بكون محافظة على هذا النمط عشان هني لما يشوفوني يشوفوا الإشي الصح من الغلط كمان إذا كل لاتنا منتعود على الأساس كمان ولادنا تقليد لإلنا يعني مش إشي تاني طب موضوع الإكتار زي ما حكيت يعني إذا ما نتطلع هيك على الأسبوع إحنا كل يوم تقريباً يمنوه كل جاج يمنوه كل لحوم بغض النظر أي لحوم عم نحكي ليش مهم أنه يكون في يوم يومين أو ثلاثة بالأسبوع اللي هني فعلاً يكونوا خالين من اللحوم يعني على أي فائدة على الجسم هذا يعود إذا حكينا عن اللحوم مجموعة اللحوم فيها تحتوي على أهم عنصر غذاء اللي هو البروتين إحنا بحاجة باليوم يوم يكون بروتين خاصة للأطفال لأنهني عم بنمو عم بكبره بحاجة للبروتين في الغذاء تبعاً بس بالمقابل اللحوم في الوقت الحالي إحنا منشوف أنه هي بكل وقت غنية في الدهون إذا أنا كل يوم بدي أتناول اللحوم أنا عندي دهون عالي في الجسم وتاني مسألة ومشكلة اللحوم اللي حالياً موجودة هي مغذية بالهرمونات بالهرمونات اللي هي عشان الجاجة تكبر وعشان البكرة تكبر وتنمو وأعضاء معين تكون دهنية وبارزة فيها فإحنا بيعطوها هرمونات هاي الهرمونات إحنا بترجع لنا إحنا منوكلها فنتغزاها فهي كمان تغذية سيئة إذا أنا بدي أتعود عليها كمان في اليوم يوم إذا أنا عندي مصادر اللي هي ناس اللي بتربي مواشي وأنا بقدر أتناول من عندنا أو أشتري من عندنا هو مفضل أكتر ممكن يكون مختلف لأنه هاي الأمور اللي حكيت يعني كتير الإعلام صلة الضوء عليها في إطار تقارير وفعلاً هي خطيرة يعني تؤثر على صحة الإنسان بشكل جداً خطير ومشكلة تانية عم بيعطوها كمان للحيوانات اللي هي المضادات الحيوية لأنه بالكفرة بالحضائر بين الحيوانات بتصير التهابات بتصير أمراض فبيعطوهم بشكل ثابت مضادات حيوية اللي هي تخفف من احتمال الأمراض أو الالتهابات اللي تتواجد عندهم فكمان إحنا عم نأخذ هاي المضادات الحيوية وعم نغديها لأطفالنا بالأخص طب سجاب بما أنه ذكرنا هذا الموضوع يعني عن جد نأخذ منك نصيحة نحن دماء بنقول خيره الأمور أوسطة أكيد يعني مش هدفك أنه يمتنعوا كلياً عن اللحوم والدجاج أو الأسماك وأكل ما يتبع ذلك أكم من يوم بالجمعة كيف تنصح هيك نركب الأسبوع لبيت أو عائلة نموذجية فيها كمان أطفال كمان مراهقين كيف ممكن أنه الكل يجتمع حول مائدة واحدة اللي تكون مرضية للأذواق وبداية طبعاً تكون سليمة صحياً إذا إحنا بلشنا وذكرنا أنه تناول التنويع هو أهم شيء الدمج فيه دمج بوظباط فيه دمج أكل بوظباط كمان دمج مهم أحكيه جداً اللي هو كتير إحنا عنا إدخال الفواكه في الأكل يعني بعد الوجبة لازم نتحلع بصح الفواكه طبعاً هذا دمج كمان خطير وسيء جداً لأنه الفواكه هضمها بيكون سريع جداً أسرع من اللحوم اللي كانت في الوجبة أو أسرع من النشويات اللي في الوجبة فعبين ما يجي وقتها في الهضم بتكون هي مركة إشي اسمه تخميج يعني حبة الفواكه بتخميش قبل ما هي تصل لجهاز الهضم ليه لأنه غاد في وسط حامضي خاصة إذا أنا كنت أكل وجبة لحمي غاد عندي وسط حامضي عالي جداً هو الأحماض هاي إذا أجت على حبة الفواكه هي بتخربها فأنا أكلت حبة فواكه تالفي أو غير جيدة أو غير صالحة للأكل فالفواكه دايماً مفضلة قبل الوجبة ننتبه لهذا الموضوع وفيه إستا كمان منشر أني أنا أدمج الفواكه مع الفلايط ومع الوجبة دمج الخضار والفواكه مش مطلوب مش صحي خضار وفواكه مع بعض ولا كمان فواكه وأكل أو لحوم مع بعض إستا بالمطاعم معروف منشوف دايماً الوجبات ومنحاول كمان نقلدها في البيت إنه صحن الوجبة الرئيسية لازم يكون فيها فواكه معينة شوفي فيه فواكه بنفع يعني نوعين فواكه بس بنفع أنا أدمجهم مع اللحوم ومع كل أنواع الأكل لهن الأناناس والبابايا لأنه بالأخص الأناناس بيحتوا على إنزيم اسمه برومالين هذا الإنزيم هو مجموعة من عصارات إنزيمية اللي هو بيساعد في الهضم بيساعد فيه هضم الدهنيات وهضم البروتينات والسكريات فإذا أنا تنولتوا مع الغداء اتحولت الأناناسي حبت الأناناس لإشي مساعدة الهضم فإذا أنا اكتسبت فايدة منها فإذا حكينا على الأناناس والبابايا بتنفع مع الوجبات أما باقي الفواكه مش مفضلة طبعاً أنت عم تحكي هاي المعلومة سجى وأنا عم بفكر بأفرحنا والمناسبات السعيدة وحتى إسا إحنا مقابلين على شهر رمضان قديش هيكا مباشرة بعد الطبق الرئيسي الحلويات والفواكه وكأنه كمان بيكون فيه تقصير يعني في المائدة إذا ما بتم هذا الشيء صحيح وحتى مرات بالعزايم عنا إذا إحنا كسرنا بنوع ضيافة معين ممكن نتلقى انتقاد معين كمان مشكلة منواجهها يعني لازم نعرض كل الإشياء اللي عنا عشان نكون يعني أنا مرات الاجتماعيات فعلا بتكون إشي سيء إحنا مرة في الأسبوع يعني المكسيموم منعطيه إنه بدنا نخربط أو نعمل هيك أغلاط بس باقي ما باقي حرام يعني على جسمنا وعا صحتنا إنه نهملها أو نتركها على العفوية هيك عايشين على العفوية شو في أمامنا نتناوله ونوكله صحيح إحنا بس منحكي الشعارات يعني أبرز إشي منقوله فاش إشي أغلى من الصحة بس إذا منيجي نفحص عن جاد كيف عم نهتم بصحتنا يمكن هذا من آخر الأمور اللي هي بأولوياتنا سجب بدي أدمج موضوع دمج الأغذية وكل هيك الفصر اللي عم تحكي عنه بالأطفال بما إنك كمان من خبرتك كأم كيف تحب تنصح المشاهدين إنه مهم هاي الأمور حتى نبلش من جيل صغير نهتم فيها لحتى يعني يكونوا كمان هني ماشيين في هذا المصار نهج حياة صحة وسليم وما يعانوا من هيك عسر الهضم والأوجاع والألام والانتفاخ وكل ما يتبع ذلك صحيح طلعي من البداية إحنا بنقدر يعني نوصل الإشي عن طريقنا إحنا إحنا نكون القدوة في البداية إحنا نفرج نمط صحي اللي أولادنا يكتسبوه أنا يعني ممكن إحنا للأولاد نحاول نوصل لهم فكرة إنه أنا إستعندي وجبة يعني أنا لازم أكل هاي الوجبة أخفف من التوابع اللي ما بعد الوجبة هاي يعني أنا ما قدلنيش أحكي له تناول الوجبة عشان وراها تأخذ الإشي الزاكي وعشان وراها تأخذ الحلويات هي عم بتكون وسيلة إقناع على فكرة وأنا أنا أحيانا يعني بكزب عليك إذا فاحكي لك إني باستخدمهاش لأنه الأم بتفوت بصراع بس عشان الولد يتغذى بس المهم إنه يأخذ الوجبة ويوك والهي بتتطمن بس مرات إذا أنا شفت الولد ماشي وثالك وكابل الوجبة ما فيش داعي أظلني أستخدم هاي المروغات وهذا الأحاديث إنه بعديه أنت في هيك أو إذا أنت أكلت في إلك مقابل كأنه الوجبة هي مرهونة بمقابل أو بوسيلة معينة إنه أنا لازم إنتي إيش بارته كلها مفضل إنه إحنا نترك الأولاد لما يجوعوا هني رح يطلبوا الأكل بس بنات هاي الفترة أنا ما أخليش أمامهن حلويات ما أخليش أمامهن أي إشي لما يجوعوا يلا بدهني يأكلوا لأنه إذا هني جاعوا رح يطلبوا الوجبة الدمج هذا زي ما أنا بنفذوا على جسمي لازم أنفذوا على الطفل الأطفال مرات أنا بضطر لأني أكون لينة أكتر معهن لأنه ما فيش حال تاني إذا أنا شفت إنه الوجبة كانت كتير دسمي عليها ممكن أنا بعديها وجبة من اللبن عادة منتجات الحليب مش مفضل دمجها كمان مع الأكل مفضل تناولها لحالها وإحنا بما أنك حكاية اللحم والرز فكمان بيكون في معها لبن أو لبن مطبوخ معادة الإش اللي أنا يعني ببعده عن كل منتجات الحليب هو اللبن أو اللبني اللبن هو مكون من البروبيوتيكال اللي هي البكتيريا الصديقة البكتيريا الصديقة هي بتحافظ على وسط جيد في الأمعاء على وسط هضمة وحامضة جيد هي كمان بتساعد على الهضم فأنا هي معاً دون منتجات الحليب أنا بنفع أدمجها مع الوجبة فإحنا لما نحط صحن اللبن مع الوجبة هو دمج جيد هو دمج جيد ممكن كمان أنا أستخدمه للأطفال ممكن للأطفال أنا إذا حبي أعطيهم هذا الإش الزاكي أو الحلو اللي بعد الوجبة ممكن أنا أخلطها مع عصير معين مثلاً عصير من برتوكال بشرط أنه تكون بعد بنص صيعة من الوجبة عادة أن العصاير ممنوع فوراً أو المشروبات خلال الوجبة فبعد بنص صيعة المقابل أنك أنت أكلت الوجبة مثلاً لبن مع عصير فواكي عصير طبيعي طبعاً اللي هو طعمته حلوي بعدين هنا أنا من اللبن أخدت كالسيوم وأخدت من الفيتامين سي من الحمضيات فأنا عملت كمان دمج جيد بين نوعين من الأكل مع بعض فممكن أنا أروح لهاي الأنواع من الأكل طب سجا لما بدنا نعطي رشوة هيك للأطفال للصغار كمان أنت كيف بتتبعيها مع أطفالك يعني شو الأمور اللي ممكن تكون بديلي يعني أوكي بدناش نضلنا نقولها هنالشوكولاتة والفافل والسكاكر يمكن فيه إشياء بديلة اللي عن جد بالنسبة للطفل طعمتها تكون زاكي هيك فيها نسبة سكريات وبالتالي ما تسببله ضرر بأسنانه وبصحته أو تكسبه وزن بما أنه الوزن الزائد اليوم هي كمان ظاهرة أو مرض عند الأطفال مضبوط أول إشي ممكن إحنا بالبيت نحضر أنواع كعيك أو بسكوت أو الشغلات اللي هي من أمور صحية من الشفان من السلان من هات نقول من بدائل للسكريات العادية وللطحين الأبيض بديل والطحين الأصمر صدقين إذا الأولاد بتعودوا على هذا الأكل وأنا مجربي عندي يعني أنه أولاد تانيين بواكلوش الكعكة اللي أنا بعملو بس أولادي وحدين اللي بواكلو لأنه إشي متعودين عليه شافوا الطعمة تعودوا عليها إشي معروف إلهم فبتناولوا فإحنا من البداية كمان نعودين على أنواع أكل معينة ممكن كمان أنا مرات أزيد السكر أزيد السكر اللي هو السلان مثلا أو العسل اللي عشان أنا أزيد طعمة الحلل اللي هني يكون عندها الإحساس يحب أنه إنت تقدري تتحكمي مجرد أنت اللي عم تعمليها بنفسك إنت تقدري تتحكمي في هاي الأمور والكمل مضبوط فأنا تكون هاي الأشياء متواجدة على طول عندي في البيت إذا مش متواجدة وأنا صحي بظلني أحضر كمان بالسوبرم يعني وبالمحلات من لاقي كتير إشياء من الشوفان مش من الشوكولاتة مثلا إشياء من المنتجات الصوية مثلا اللي أنا ممكن أبدلها بدل الشوكولاتة والإشياء المختلفة ومرات الولد يعني عن تجربة هو بده مجرد أنه بده إشي زاكي يعني هم يعني شي كتير بفرق آه آه أنت يعني حاول تفاهمي يعني أنا كمان بحاول أفاهمهم لأ هذا صحي أكتر بدك هذا ولا هذا أنا أعطيه اختيار بين نوعين بين طعمتين بس ما تكونش المجموعة السيئة واللي فيها سكر كتير أو شوكولاتة كتير موجودة مع كل هذا إحنا مش عايشين بغابة يعني اللي أنا بقدر يعني أمنع الولاد على الآخر أنا كمان بدي أعطيهن شوي يعني من هون ومن هناك أمشيلهن مرات لأني ولا أمنع ولا يكون كل إشي متاح بنفس الوقت بالظبط على الأقل بالبيت أنا بقدر أسيطر فتكون السيطرة موجودة في البيت لأنه هن بكل الأحوال برية البيت رح يشوفوا الكل شو عم بتناول ورح يمشوا معهن زيهن طب سجل بما إنه إحنا بشهر أذار شهر المرأة وشهر الأم هيك كمان نأخذ منك نصائح بدون شك جسم المرأة إله إحتياجاته الخاصة إن كانت بفترة دورة شهرية إن كانت بفترة حمل ما بعد الولادي إمرأة مرضعة أو في جيل متقدم الشعور بالجوع ويمكن هيك هاي عاصفة الهرمونات اللي بتأثر على اكتساب الوزن أو على نقصان الوزن إذا بديك تحكي عن هذا الموضوع كمان بموضوع فصل الأغذية أو هاي العناصر اللي ذكرتها شغلة مهمة كتير بوجهها للجميع للنساء للرجال للأطفال إنه إحنا في اليوم ما ننساش شعر بالمي يعني كل ساعتين خلال النهار نفضن بكاسة مي أو نخلي حدنا كنينة لكل الوقت إحنا نشرب منها المي خلال النهار لما إحنا نتناولها بتعطينا إحساس في الشبع مرات كتير إحنا بنشعر إنه أنا جاي عبالي أكل شغلي أو بحاجة لإشي أنا مش عارفة إشو مرات إحنا في عنا هذا الإحساس إنه بس بتنظلنا نوكل أو فلما إحنا نشرب المي هي بتوقف هذا الشعور تعطينا توقف بهذا الإحساس لأنه هي بتقلم حتى بتقلم على الأقل صحيح صحيح ففي البداية إذا إحنا حسين إنه إحنا كتير بحاجة للأمور اللي ممكن سبب لنا وزن زايد وكلاتنا بنعرف إنه الدهنيات والشوكولاتات والحلويات هي إحنا كلاتنا بنحبها بس هي رح تسبب لنا وزن زايد فأنا ممكن أعمل طريقة هيكة اللي ألهي فيها الجسم أخلي يعني يلتي عن هاي الشغلة ممكن أنا أحط براسي إنه في قدامي شغلة شوكولاتة حبت شوكولاتة وأنا كتير جعب علي أكلها تمام أنا رح أكلها بس قبلها بدي أعمل شوية مراحل أول مرحلة أشرب كاسة مي كاسة المي ممكن تحسسني إنه توقف هذا الشعور إذا توقف هذا الشعور تمام بخليها بأجلها لكمان شوي لأنه إذا أكلتها إسا كمان ساعة رح أكل كمان غيرها رح تضل نفسي فاتحة كمان وكمان فإذا أنا إسا تناولت مي أنا أشجلتها شوي ممكن بعديها أنا أتناول شغلة تانية حلوة اللي هي تعطيني إحساس بالشبع من الناحة السكريات أو من الإحساس بالحلة هذا فممكن أخذ حبة طمر مجففات طبيعية زبيب اللي تعطيني إحساس الحلة إنه أنا أخذته بعديها أنا مش ناسي حبت الشوكولاتة بالآخر رح نوكلها بس قبلها أنا أخليها أأجلها ساعتها إذا أنا جيت ودي أكل كمية شوكولاتة معينة أو لوح شوكولاتة أنا ممكن أكل كمية أكل لأنه جسم إنتلا ما فيش محل أو إن دنكت من الإحساس في الحلة هذا وممكن كمان ما أحسش إنه أنا بحاجة إني أكلها مهم كتير إنه قبل ما نوكل يعني أنا ممكن أحكي هاي النصيحة لمرأة مقتنعة إنه هي بدأ تغير برنامج غذاء تبعها رح تنجح هاي الشغلي بس لمرأة غير مقتنعة في هذا البرنامج وفي هذا التغيير هي مش رح يساعدها الموضوع له لأنه هي مش مقتنعة ومش حاسة إنه هي بدأ تغير فأنا مش رح أشوف نتيجة هذا الحكي إحنا دايما بنواجه لناس مآمنين بالنظام الغذاء الصحيح مآمنين إنه هن بدهن يغيره من جسمهن ومن وزنهن ويمشوا نحو الإشي الصحي أكتر سجر فيه سؤال عم يوجه لإلنا من مشاهدي الإحساس دايما بالميول للسكريات برغم إنه ما فيه تشخيص لمرض سكري ويمكن يعني أنا واحدة من الأشخاص اللي دايما بقول إنه عندي تفضيل للسكريات ممكن أستغني عن وجبي على أساس أكل إشي حلو هاي الرغبة اللي دايما إحنا ما بنعرفش نعطيها تفسير يعني شو ممكن تكون أسبابها أو كيف ممكن كمان نحد منها غير الأمور اللي حضرتك ذكرتها بالبداية فيه إشي بولد معنا يعني مثل ما كمان تفاصيل جسمنا بتتغير من حدا لحدا التفضيلات طبعتنا بتتغير يعني فيه ناس بتفضل الموالح فيه ناس بتفضل الحلويات فيه ناس بتفضل السكريات الحوامض يعني هاي أفضلية بتخلق معنا ربنا بخلقنا أني أنا بحب هذا أكتر من هذا الحال أني أنا أروح للإشي الحلو على نمط الصحة أكتر من الغير صحة ممكن فيه أنواع أعشاب يعني أنا مش رح أعطي على الهوى هيك أسامي عشان ما نعطيش ممكن لأنه ممكن تضر بأشخاص تانين بس فيه أنواع أعشاب ممكن إحنا نتوجهها الأخصائيين بالأعشاب وبهذا العلم اللي هي ممكن تغنينا عن الإحساس في الحلو لأنها بتعطي إحساس في الشبع في الحلو يعني بتفكر الشهية عن الحلو مش عن الأكل مش عن الأكل بشكل خاص عن الاحتياج لل بالضبط لأنه هي بتشتغل على البنكرياس بتشتغل على الإنسولين فهي بتعطي زي استكفاء في الحلو فبتبطل بيبطل الجسم يطلب يطلب هاي الحلويات أو هاي النكهة المعينة كان لازم تكون معنا نسرين أبو شقر اليوم تعثر عليها الوصول فرح نستشيرة في هذا الموضوع في لقاء لاحق طب سجل نبلش هيكا نلخص بفقرتنا وتناولنا يمكن هيكا كتير محاور وأخذنا منك كتير معلومات ولكن نرجع لموضوع دمج الأغذية وفصل الأغذية وحكينا قديش يمكن مطبخنا بشكل تلقائع بتكون شائعة بهاي الأقطاء كيف تحبي هيكا تختتمي هاي الفقرة وتعطي مجموعة من النصائح للمشاهدين في البداية نحاول نخفف من دمج البروتين والنشويات مع بعض منتوجات الحليب أبعدها عن البرنامج تبعي الخضروات بنفع أدمجها مع كل أنواع الأكل الفواكه ما أدمجهاش مع الأكل أقل دمج هيكون معادة الأناناس والبابايا إذا أنا حاسي أني أنا بحاجة لنوع أكل بحاجة ماسي حتى لو هو مش دمج صحيح معلاش يعني أخده إذا أنا جسمي طالبه أو أنا بنقص معين فيه أمشيها مرات ما بصرش إشي بس ما نتعودش على هذا النمط في كل الوقت نتأمل أنه هيك توصل لهذه النصائح لأكبر شريحة ونطبقها زي ما أنت والتي إحنا بنعرف كل النظريات بس بيئي أنه نطبقها سجعة ثامنية عقوبي ألف شكر لحضورك معنا وشكرا على هذه النصائح القيم اللي قدمتيها لمشاهدين الأعزاء أنا تأمل دايما أنكو طبقه كل ما يتعلق موضوع نهج الحياة الصحي والسليم